انت اشترك هدامة بالتربو هدامة بالاي? هدامة بالسلم. احنا خدنا داير للتبريد. طبعا تقول احنا كلامنا زي ما قولنا احنا بتكلم على التايرة. احنا بتخيل الموضوع. داير تتكلم على الفريون. دي داير اللي تبقى الكمبريسور. واسمها او اللي احنا اشغلها هي تسموها كومبريشن صايفر. احنا ما ما جناشتصة بيه. بيبر ليه لان انت بتكون عندك ده بخار. في الولده بتحول تايا لبخار. بتحول من الليك وتبخار. لما بيكون ايش اخل دولة التابوريتور. انت عارف ان انا عندي جزء ده ده. يكون دخلوا لكمب. ويبرج منه ناحية تانية بيبر. بسموها كومبريشن لان انا بضغط ده عن طريق كومبريسور. تبتيز طبعا كوبا. في دواية التريت تانية اه في الدواية تريت تانية احنا متكلمناش عليها. يعاني لم تفيش داعي ممكن اللي اتكلم عليها في لو تبريد بالامتصاص. بالاسد ما فيش وقت ان احنا متكلم عليها. وفي نفس الوقت بارك عمليا معني ان اختك واحد اثنين فيه مية او ليه جدا? فالتالي يعني احنا ايه? ممكن تدخل ال لا سيد في سيطر. انت يعني كده بنت قصير. انبتك ما ننزمش القصة دي. ممكن تسيق لديش قولي. خلاف القصير بس. خلاف القصير بس. خلاف القصير. انا عادي كامل عن. زاكر مع نفسك. نحبي تذكر في الاجازة مش دلوقتي. انت بس هانت يوري في الوقتي. كونت قاعد في اجازة وستسانة كده. امسك كده اليوتيوب ولا امسك اي حاجة على ودور على. ده التبريد بالامسة. امسك كده اليوتيوب ولا امسكك. امسك كده اليوتيوب ولا امسكك كده بس. او مطلع. او حاجة 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 ايضا خلاف قصة وستعملها على مكاني من قصة او دور الجزء لتنقى ايضاً. لكي يمعها بالنسبة لكون اللطيف. ساعة تنقى عملها حاجة ساعة الكمبريسور. والكمباشر انشامبر والتنفينة. زا عادة اي بيشيل الكمباشر انشامبر بيعمل ايه 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 ايه. ويعمل هنا ده التجريه. ماشي. ممكن زا كده مع نفس كده. ده اطبع اطبع بالحقيقة العملية او مش تقبل سيادة اكون تقعد بص. او لو راح في اوروبا ولا حالي ولا امريكا تقابلك. لكن احنا اطبع بصدها ايه. لكن اللي احنا مشتغل عليها واللي اجابلنا في ديوتنا في دلاجاتك. دلاجة في التكييف في التكييف المركزي في كل في المقاولات. هي اللي احنا بتكاوم من اربع حجزة رئيسية كبابوريتور وكومبريسور وكوندنسر وتخدنا الضرقة دي شوية تعديلات. طبعا على. على البي اتش. اتلاقي اعمل بالشكل ده. خطين ضمن. واحد اتنين. سلاتة اربعة. ازاي اللي احنا اخدناها. اخدنا عليها سوية تعديلات. نبس اللي عاوزون نطيف حاجة او نطيف معلومة مهمة جزا. ان اللي لازم اللي داخل عالكومبريسور. لازم الطعم اللي داخل عالكومبريسور دي يكون غاز. بقى فيه ساعات كده ما نحط سراير ماشي. ساعات بيحطوا السيبريتور. في ازف فصل. في بعض اللي ساعات بيسموه اكيوموليتور. بس انا يعني اين? ما بنحبش المسمة ده. طبعا هنا ساعات بيحط لك هنا. ساعات بيحطوا هنا. ساعات بيحطوا هنا. ساعات بيحطوا ساموه ايه ساموه? لكن القاعدة الاساسية بتقول ان انا لو عاوز احسن اداء السيكل لابد اكون دايما متأكد ان داخل على ده يكون ودايما اللي داخل عالكومبريسور يكون غاز. دي الحاجة المسالية او الصورة المسالية عندك. لان وجود مع الليكود هو دي مش ايه الحمد. هو اللي بياخد الحرارة اللي جاية في ده او اللي جاية من المكان ويتحول من ده غاز. عشان الريش بتاعته او الريش او الريش او الريش او بتاعته ما اتقصرش بناء فلازم يكون فيها الغاز. فطبعا لازم اللي جاية تكون غاز لا داخل عليكم الليكود. كل ما يكون نسبة الليكود الداخل هنا اكتر يبقى افضل. كل ما هقال الليكود الداخل هنا وزود نسبة الغاز او اخليه الغاز مية في المية انا كده بحفظه على الكمبريسور. فمبدأ التحسيل انا اتكلم انا ازاي حسن. مبني على الفكرة دي. كل ما هتزود النكود هنا انت مستفيد. كل ما هت او زود الغاز هنا انت مستفيد. ماشي? نتكلم بقى على الاشكالة التحسيات اللي بتبقى. فحفظنا نبص على الخط تلاتة الاربعة. الخط ده هنا عبارة عن لكن صحي كلامك. لما بقادر الضغط اللي بيقصر انا بحدي افضل هنا في المنطقة دي. المنطقة دي اللي انا ميكسر. وعود دفع ببالك ان انا مسلا هنا. مسلا في المكان ده ممكن دي بسعة من عشر. ولا بانزل تحت شوية في دفع ده من ضغط الآخر. خط الكس بتاعي يلي شوي. يضع الكس كامل بحوالي سبعة من عشر. اجي عن نتةة الربعة لانا ببدأ ادخل عندها على مبوريتوب. الان اكس بخمسة من عشر هقول لن اقول ماش خمسة. مانعشر اه اكس بتل عشر. مانعشر همزيدي بسفر وخلط واحد. همزيدي بسفر وخلط واحد احسور. انا احس اطلق. هنا الاول اكس بكوب واحد من عشر. تزاول شوية ما اتنين من عشر. تزاول من شوية ما اتنين من عشر. تزاول من عشر يعني ايه? ان عندي بخار دراتين في المية. وعندي نيكو تكامل. تبين في المية. ولو نزلنا كمان تحت شوية كل ما هنزل بالضغط. اللي بيحصل? هلاقي ان بتزيد. يعني البخار بيزيد. طيب. قد البطار الاربعة دي هي قلنا هي الاربنين هي دخل على الاربعة. الاربعة دي هي النظر للدخل على الاربعة. وقلنا ان احنا دايما نمشي الحملة هو اللي اقمد. فوجود ضخار بنسبة كبيرة على نصد اربعة حاجة ليش كويسة. يبقى عاوزين احنا نقلل ضخارة على نصد اربعة. فقال لك والله دي عندك بقى ايه قصص كتير بتعمل القصة دي. اول فكرة بيعملوها بيعمل حاجة اسمها فلاش تانية. ودي ساموها فلاش كولر او يسعاد بساموها فلاش كولر. كل اللي بيعملو ايه? الراجل يقول لك والله انا عندي الدائرة هي. كومرسول دائما هو ما كوش مشكلة. الكندنسر ما كوش مشكلة. كل اللي بيعملو الراجل. اللي بيعمل ايه? عن ضغط من الضغوط. داي ضغط من الضغوط اللي في الزكة دي. اللي البخار ظهر فيها. بابدأ ادخل الفلوك بتاع كله على تانية. طي ادخلته على تانية. وهو ادخله شوية الليكوود وشوية بخار. البخار هيعمل ايه? هيطلع في اعلى تانية. والليكوود عشان كسافته على. ينزل في ايه? في اسفل تانية. الليكوود ده هو اللي هناخده وندخله على. اللي بابدأ بتاعه. والغاز ده هنتقل نشوفه في ايه? انا عملت ايه? انا عملت عملية تسموه فلاش داني. عملت في عملية عملية فصل. فصل المين? فصل الليكوود عن الفيكوود. ده هدخله فلاوود. الاكس بتاعته واليكوود كانت بالتانية من عشر. يعني فيه تلاتين في المية مخاب. وسبعين في المية ليكوود. كل اللي انا هعمله اللي انا هفضل ده هو تانية. نتيجة فرق الكسافات. اللي ان الليكوود هينزل تحت. هيبدأ ليكوود. والغاز هيبضل فوق. الليكوود هو اللي هاخد منه مخرج واديه على عشان يشيل الحملة بتاعتي. وطبعا عشان ايه? بتاعي يكون ضغطه غير الضغط بتاع فلاش داني. فانا احضت هنا. انا كل اللي عملته انا انا جيت عن ضغط في النصف. لقيت ايه? لقيت انا كل ببانزل بالضغط بيزاوي نسبة المقاب. فانا انا ضغط من ضغط اللي في النصف حبت اخرص انتو برضا. داخل بدخلهم على تامك. الليكوود بتقى تحت والفبر بقى فوق. ماشي? خلص. الليكوود ده هو اللي اشين نحن. الغاز انا مش عايزه. طلعه دلوقتي لحد ايه مش هنعمل في ايه? ماشي? طيب. خدنا الليكوود ده هو اللي هندخله. بس المشكلة اللي افتصل ان الضغط بتاع الفلاش تاين كده بيكون شوية اعلى من الضغط ده فابوريته. هقول ان انا هعمل ايه? هجيب له ده عشان دفاعي. سروح مدخلوا علي. ماشي. بس انا كنتم متأكد ان الخط ده مالي يدي ايه? ليه كوود بس. ماشي. طعم عاوزين نرجع على الساكل تاني? نرجع على الساكل تاني ونعمل ايه? اه والله لقينا بني فيه رغط مقبول بتاع الفلاش ها كده عمد ضغط ايم بتويل. فانا روح جايك. يرفعني من الضغط بتاع الفلاش تاني. ارو هعمل لهم. ارو هعمل ميكس. ارو هعمل ميكس. انت عايز طبعا انا ما ينفعش اخلط فيديو ده. ضغط خمسة بار مع فيديو تخته كامل. اتنين بار. ما ينفعش. از ما خلق نزوده لازم بعضها. فانا جبت كل اللي استخدمته فيه. ان انا استخدمته. ان انا ارفع ضغط من ضغط الفلاش تاني. فاخدهم كلهم على بعد ما عمد لهم الميكس. ادخلهم على الكوبرسور البداية. وانا كل اللي عملته ان انا كل مجلائق ضغط بيقل للاسب شريط بيظهر عندي مقار. ليس له اي لازمة في انه شيل الحامل. يا بابدأ اعمل ايه? تخلصت منه. او عود بخلص من جزء منه يا بالحقيقة جزء منه. عملت ايه? انا جيت عن ضغط من الضغوط قلت لأ تصوبة عن ضغط له. لو سبحت بدي اعملي عملية فاصل. حطيني جوتان الغاز فوق والليكويد بتاعه. الغاز هنشوف له سيكة. هو اللي يفنش على. بس بعد ما اعمل له ايه? اكمل له لحق الضغط بتاعه. وانا عمسل له اكسبانشن داني لحق الضغط بتاعه. واحتجاج وغلطة للفعل من ضغط لحق الضغط بتاعه. وبعد نعمل له ولما خرق وضغطوهم تاني لحق الضغط. طاحتها هيغير في شكل بتاعك او. هيغيرها ازاي? اه. طبعا دي قصة شبه شوية. قصة اللي انت كنت بتاخده في الايه? التربينة. لكانت قصح في التربينة في بوتر هيكة. دي حاجة ايه? شبهها كده بس حاجة عبسية. طبعا انا عندي كام ضغط دلوقتي? الطبيعي ان انا كان عندي ضغط للكوندنسر وضغط للأيبابوريتور. اقل واحد خالص هو بتاع الابابوريتور. واخطر واحد خالص كان بساعد كوندنسر. هيبضره زي ما هو مردوش نشي. اللي حصل انا جيت عن ضغط في النصف. وقت ايه? عملت الفلاش تاني كده يعني. فانا كده في ضغط تاني بتاع الفلاش تاني. او الفلاش تولي. طبعا. هلنا نديد من ايه? نديد من اخر فيها مشاكل. خلينا نديد من الرقم كده عشان ناخد باله. اخل من الداخل هنا واحد ماشي ده ما هو ده مال. اللي خرج من هنا اتنين. من الكوندنسر تلاتة. بعد ده بقى اربعة. هنا بقى خمسة. واقود تاني هنا بقى ستة. ده بقى سبعة. بقى تمانية. بقى تسع. عدى عمشرف تقيم. قد تسع موض. نديد واحد او كايت ادى نوت التلاتة. اصدد دي اسف. بقى لوجب الكوندنسر بالحالة العادية بتاعدي يكون ساتيوريشن نكي ودي بقى نوت التلاتة. انا عملت ايه من تلاتة من ابنين ده. اذا اذا تجعرنا وانوش. يعني ايت ترنت. اذا كان لترنت تلاتة بتطبيع اربعة. ثلاثة. من ثلاثة الاربعة لانتزلت. ابراه عن سبودي الاتش جوة بارد فى قنا باسمودي الاتش. حد اي رقب لحب الدكوز لاحبط ده عشان يشك فى من ثلاثة هنزل كده عشان انا عندي اكسبنشون ده هنزل كده لحالات هنزل كده لحاجاته المختربعة. طبعا زي ما انا متوفقه المختربعة ايه مطور في الموضوع. يمكنها فين? في الميكسر فيها شوية لكوز وشوية. طبع فين بتاعها وفين الضبر بتاعها? انا لو انت وقف هنا النقطة دهيت. النقطة العليمين دهيت نقطة المية. اللي هي مية في المية. والنقطة العليمين هي المية في المية. لهذا كل اللي بيعملوا ان بيفصل ده في نحية ولا في نحية. فهتلاقي والله عندك من ده ده خمص اربعة. الستة دي هو الغاز. الغاز اللي كان موجود عنه. فعند نفس اتحط كده. روح عندي الغاز. فيدي الغاز الناحية ايه? نقطة 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 تانية. النحية اللي خارجة من تحت دي. ده خمسة. ده مين? ده الليكود. فده الليكود اللي عند الضغط ده. فعند الضغط ده هو هاي نقطة خمسة. الفلاش تانج او الفلاش ايه اللي اعبار عن سبريش. كل اللي بيعملوا انه يكون. دخلوا نقطة اربعة. دخلوا نقطة في الميكسر. يخرج من ناحية غاز ومن ناحية الليكود. الغاز ايه موجود هنا عند الايكود عن الايكود. ماشي? فيش ضغط يتغير فيه هو نفس الضغط. احنا بنشترب كده. بنشترب من داخته سابق. ومبرد ان انا بس اكسلت الغاز في ناحية والليكود في ناحية. الغاز عند ساتنوشن فيه. الليكود فيه عند ساتنوشن فيه. يوش كده كده. من خمسة هاعمل لحد سبعة. فنهانزل من خمسة لحد سبعة. بعد كده سابع قشل جوه ياخد حرارة نفترض ونطلع ساتنوشن فيما. فنقطة الثمانية دي انا افترض ان هي على افترض زي زمان كده هاتي تمانية. جوه. بعد كده الصغار ده بيرفع بس من الضغط بتاع لحال الضغط. افتقاج من ده الكورة. فياخرار من سبعة امه ياخد كده من تمانية لحالة تسعة. طيب. تسعة هيحصل ايه لو تلك تسعة او ستة يبقى نقطتين عند نص الضغط. نعمل لهم فيطلع لنقطة ما بين النقطتين. فلو تسعة موجودة هنا. مش انت موجودة هنا. فنقطة كم? نقطة واحد. انت موجودة في النص ما بينهم. انت موجودة على حسب الكميات. انت موجودة بالزبط على حسب الكميات. عشان بس نقطة. طيب جينا على نقطة واحد ضغطنا تالي حاجاته اتنين عادي زي ما تنعمل دقيقة. دي المشكلة كده. يبقى خط قبل بقى. اخي خط بتاع الفلاش تانك او الفلاش انتر كولر او الفلاش كولر ولا ولا انتر كولر او انتر كولر. حسنا اخو بحضري اسم او انتر كولر بقعدة. بقى انتر كولر. طيب. دلوقتي عند بسبب وجود الفلاش كولر وظهر الخط اللي في النص ده. نقطة اربعة اللي قد اعطيها شبولة الحصر فبقى عن نقطة وصدق الناحية تانية اللي ديكت بلغة في ضغط ما بين الضغطين فاضطر من ناحية تانية عمله ميكس عشان ما خضر ما ضليعش في ريون بتاعي فمن ناحية دا يظهرني ميكس الميكس اي اظهر في ايه اللي في نقطة مع نقطة وعلى نقص الخط دي. فبقى دي نقطة خمس دي. صلو نقطة خليك معا. نقطة خمسة ونقطة ستة ونقطة تسعة ونصد واحد كتور دول على نفس الضغط. يعني نقطة دهية ودهية 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 الخمس نقطة دول على نفس الضغط. اللي هو نفس الضغطة في لاشكورة. هل ده حسن السايكل ولا ما حسيتش? ده هتخيل لو ما كانش موجود. لو ما كانش موجود. كنت المقبوض ان انا من تماجه دي هجي الكبير واضح في حد. فالمقبوض ان انا كنت المقبوض عن الثمانية دي هيبقى مميش دخل في نصف. هكمل افضل مكمل لحد هنا. وده مسلا نقطة. لما كانش عندي ايه ده الكورة بتعمل ايه? كانت مية دي هني بلاقي كبير منفحة ضغط جميع اللي حقا ضغط. مرة واحدة بقى ما بيش ضغط اللي في النصف ده. لو ما كانش في ايه الكورة ده. فانا هحاوحظ ان انا عندي كده مثلس او مرتواز المسلطة اللي انا محشاوي ده عبارة عن ايه? ده عبارة عن السايبنج اللي دي يشطن. انباور. طب انا لما جد اتنين انباور النارد جميعهم او المشتغل لبواهم اقل من انباور واحد كبير مضاور. طب هل انا استفدت? تعال نشوف ناحية التانية. لو ما كانش في الفلاشة الكورة. كنت نقول هنزل من تلاتة من خبط لازل احد الضغط بتعليف ابوريبس. فكنت هنزل من تلاتة كده وفضل نازل نازل لحد هنا. فكاد ديت ما نقطت مسلا اربعة داشة او مينوت سبعة داشة. فالمفروض ان انا من سبعة لسبعة داشة جيل مسافة انا عملها ديه. دي بقى عن ايه? عبارة عنه. الجيل اللي انت اخدتوا الزياجة في الايه? في ايه? في ايه? او في ايه? او في ايه. كان المفروض عايز من التلاتة لحاجة ضغط الايباروريطر على دولة. كان هناك اخدت مستقيم. انا بقى داجلت في النص وعملت السلم او عملت الفلاش كولر داشة. انا جيت ايه ده والتفاصل ومراجع داشة. الفصلة والراجعة دي حعملت ايه? بدل ما كنت هنزل سبعة داشة لأ ده انا عادت لفية حد سبعة. فانا كده في مسائب جديدة جوة للك وده انا خطاسة. فبدل ما كانه والله. في الحالة دي. بيصدع ولياته هنا. ايه? ايه ايه? ايه اوه السبعة اوه ستة مجالة. خامسة وخمسين من مية مسلا? طلعنا الايكس مثلا هنا بخامسة وعاملين. يا سمولة وحط على دين اوطة اللي مكتوبة. ساعمل استخدامها بالتفصيلة براه. شوش كده على النقطة. هم قد فاهمت ايه وخلص. عشان? يبانا لوقتي انا وفرت بدلا ما كنت اوزع لسابعة داشت. ام اكسب خمسة وخمسين من مية مسلا. انا اكسب خمسة وعشرين. يبانا كده زودت الليكود اللي عندي. والليكود ده هو اللي تريدني في مين? اللي يشيعي في حامل. فاضل ان اشير. والتالي التكليف ده رغم انه شغان من نفس الضغطين ولكنه يقدر يشيل كمية حرارة اكتر من المكان دي التشغر. با ايه زودناها ما كده? وبالتالي فكرة موجود في الاشتنج فكرة ممتازة جدا جدا. هل دي فكرة مبدية? اه دي فكرة مبدية. ليه اول حاجة تقلل الفاور. حاجة اونا في الامتحان. مثلا ام سي كيو او الصحفات او اي حاجة. والله ان موجودة في الاشتنج كده بيقالل الفاور. دي حاجة صحفة. ثانية حاجة يزود. او كيو او جميلة. ثالث حاجة. يحافظ على الكمبرسور. اه بيحافظ على الكمبرسور ليه? ان انا لوقت بحاول ان انا افصل الغاز اللي موجود هنا. وبدلنا والله. يعني ان اخطت واحد دي مسلا. مثل ما كانت ستة عشرة واحد يعني. فكرة نعم ازود الغاز اللي داخل على الكمبرسور اه بيحافظ على الكمبرسور وطول عمر. طبعا وبالتالي هم اتزود الباور. او تقالي الجوار سوري وتزود التيبا جوتر انت زود معامل ازاني. طبعا هو مش قيد له التكلفة. بتعليف التكلفة. وادوات كنترول على الالتانك ده طبعا. ده ما بيبقاش كده تانك زي ما احنا. احنا بتزود ان تانك وفاهمك لكن طبعا هو لازم تكون عليه شوات محابس. والمحابس دي لما بقى على الكنترول ان هتحس انه ده اقوى وانه ده غاز وانه ده ده يكوز وده يفتح وده يقفل وكنترولينج يونت القلام من ده. فتبعا تكلفة. بس في النهاية الباورة اللي هتبقى افضل. فانت في المعظم الدورة اللي انت هتلاقيها هتلاقي الرجل. بتلاقي المساميات كدير جدا. يعني نكيك ومساميات كدير. بسامولي سبوار بساموه تاني. ادي اول واحد انه بسموه فلاش طيب. خلاص كده? تمام? كله كتب? نهي اللي بعد حاجة بسموه فلاش انترولة. انا همسح كله. بزي الناس تخلص دايلة دايلة لان كل دايلة منفصلة عن الوقت. بصلي اللي نفسها كده حتى اللي ما اتلاح واخدش. اه. عددا هنالك بازلتين. بشفت بسيط بشفت 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 بشفت. انا مش عاوز فلاش طولة انا عاوز فلاش انترولة. في كلمة طولة بيوصد في كلمة انترولة. نفس الفكرة ببا بيكون عندي ان الى اكسبانشن نفايس. واد التانك. في شغال عندك. وليك ودتاعك بتاقته. على اكسبانشن تاني. على الان على بس بدل حواري بيكون في حاجة تانية. تمام؟ كنت انا بايا اخد. اللي خرج من كومبريسور الصغانطول ده. واعمله مع الغاز. اندخله على كومبريسور تاني. في الحالة دي هو ما عملش كده. هو عمل ايه؟ هو قد اللي خرج من هنا حطه جوة تاني. وسحب سحبة واحدة من التاني. او الراجل من المجان بياخد ده ويعمل له ميكس على طول هنا ونخلص. لأ. ده نجع ده على التاني بتاني. فبس انا بلا فلاش امتر كونه. طيب هو هيغير في الصيحة شوية هيغير. دعالوا شو باقي غير جديد. بعدك عندي كم ضغط عندي الضغط بتاع الابابوريتور. والضغط اللي فوق البيت تاع الكوندينسا. وفي النص انا شغال على الانتر كول. طاعة نوض التلاتة. هتبدي الاربعة. هتبدي بخمسة. يكون عندك هنا ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. وانا خالي ستة دي واحدة لي. ستة دي واحدة. خالي ستة دي واحدة. ستة دي واحدة. هذا عادي دايما اللي دخل على كم برسول يبقى واحدة. معالك المرضى ستة. ودي خمسة ستة. سبعة. بيحبوا اللي دخل على كم برسول يبقى واحدة. ان شاء الله كيف. مرسل كبير بزيزة. هيا. ثلاثة موجودة هنا. هيمتد من الثلاثة الاربعة. دي واحدة. دي واحدة الاربعة هي. عند الاربعة ده كان عالتاج. حصل له. زي ما احنا بنعرفين. فبقى عندي نقطين. خمسة موجودة هنا. واحد موجودة هنا. هيا. ومن خمسة حصل لحد ستة. ومستداخل لحد سبعة. سبعة. سبعة ده هيتغطوا لحد الضغط بتاع الفلاش انت كورا. فبقى في سبعة منه. الثمانية. طبعا الوحيد انه كان زمان بيعمل ميكس ويقف في النص هده وهعمل لك خط من النص. طبعا انا ما عملتش الكصة دي هنا. لا انا خدت على طول من واحد. لا حد. يبقى الفرق اللي عملناه هنا. لو تلاحظ اعمل لك نون تاني اهو. انت كان المفروض بيقفين وطا هنا كده. بتاعة الميكس اللي بيكون جاي ما بين الكمبريسور ده وما بين اللي جاي بفلاش تاني. وانا بنعمل الميكس ونحط. يبقى بقول اللي عدلله ان الراجل بدلا ما كان بياخب من الميكس. بقى ياخب بس على دور ما تطلع. يعني هو دا قد يكون لأسجاب عملية اكتر منها أسجاب هندسية. يعني يعني ان ساعات ساعات بيكون في بعض الزيت اللي موجود جوه الكمبريسور ده بيتبرد بزيت. فساعات الكمبريسور ده بياخد معه زيت. وبالتالي ساعات بيكون فيه نسبة زيت موجودة. هو مش عاول الزيت الافة في السيطر. فبرويحطه هنا ويبدأ يعمله فصل. فالقصة دي شوية عشان لو فيه رواسب لو فيه شوائب لو فيه زيت. يعمل الحركة دي لمجرد ان هو بيخاف من عملية الميكس المباشر. طبعا انت قالت ان الغاز اللي هنا هيعمل بقليل ويطلع فوق. انت بتاخذ هده شوية الغاز فيه جزء منه يطلع بقليل لفوق. اللي هيفضل موجود هنا الزيت. فالفاكرة دي كلها عشان بيبقى باعله شوية زيت. حصده تسريب يبراج اللي عاوز يضمن عدم مرور الزيت القادم من الكومبرزور. الكومبرزور ده بيبارك بزيت ودايما نحضر مشاكلك. ان الزيت ده مشكلته بيعلق شوية او بيمشي مع الفريون. بساعات دي مش بعد يتصرب بسبب ان لديكم برسلات قرعة نازلة. انسا فيه شوية تسريب اللي هو يدسيني ما جايش خويس. او يحتر مسلا شوية هوا يخشوا هو السايكل. وهو الراجل بيشحن في الاول يكون عنده مشكلة او هو بيشحن فشحن في مشكلة. ففيك الباس اللي لا باس بقى عاوز اكما ان انا تخلص من اي هوا زيادة اتخلص من اي زيادة. لكن هي من داحة الهندسية واشياء مش خويس. ليه? لان انا لما كنت هنا النقطة دي جاءت بعبارة عن في نظام اللي تخلص على السوبر هيد ستيم. يعني انا مأمن لسوبر هيد ستيم. هنا تأمين السوبر هيد ستيم. ايه ماشي. ايه. اقللنا سبيل. احنا انشاء. او يعني اقللنا باور يعني باور. يعني اقللت شوية كده. تحبة دول. ماشي. ممكن تعتبر ان في التقللت يا حبة دول مش مش كده. يعني اقللت الحبة دول بس يعني في النهاية مش الرقم اللي هو. ليه مش الرقم اللي هو مش. لان انا المخاطرة عندي اكبر موضوع انا دخل. اه مش مرنونة. دي مش حاجة. حاجة بردك ما تبقاش وعيسي قوي على كورس الفقالة. انا مش ضامنة هيقابل ايه في سكة بعد واحد ايه لانتران الطريدة مش ضامنة هيحفظ في ايه. حاجة badicoat. طبعا في الانتحان انا اجيب لك ايه? في الانتحان ان انا مبتقول لكش نديف لاش كورة وباللاش فانتر كورا. انا واد للحكية. انا قولك عندي كومبريسور عاندي CONDENSOR خرج منه كوية تريون. فدخلناه على عملية فصل. وبعد ما فصلنا عند ضغط كزا. واحنا مماشيينه تاني على البابوريتور وبعدين اعجبنا الكمبريسور. يترقى حتى مش عارف ايه. بحكي لك الحكاية. وانا في الغالة المسائل اللي دي في البتحان. انا اريد احكي لك حكاية. واسألة مليانة احكيه الحكاية. احبينا سهلة عليك. بضع مش هيخصم. ان انا اجب لك رسمة جاهزة بالأفراق. انا رسمة كبير انا سهل عليك بضع جاهزة. انت كبير انا لازم اغير بس. ماشي. المسائل بتبقى حكاوي في الامتحان. توقع الاسوأ انه يبقى فيه حكاية. ومن جوه الحكاية انه تفهم ان دي فلاش كولر ولا فلاش انت القولر. ومين اين راح فين. والكمبريسور تودى لحد فين. فانت استعد من الحكاية. استعد من الحكاية. لو انا عملها لك فلاش كولر لو انا حاكي ندي فلاش كولر. وانت عمل ده انت القولر كده. البس. انا مال. هتلبس. بالنهاية اركز في منطول المسألة. ان الحكاية وانت المسألة ايه اللي هتقول لك دي ايه نظم. اصلا ان احنا هناخدوا الحاجة التانية دلوقتي كده كده متulu. ده يا سكرة التانية متاعتلي انت اخلي. طريق ف słu طرق الفلاش كولر انت القولر انا دجمع اعودة اطمن زي ما قالك الليہ داخل اعيق على كومبريسور. ااا. ااجه على كومبريسور غاز ولا داخل على اللي هو�بوطر ليه? طي fertility حابين ان نعمل تعدلات تاني اه. اه. could work a through it the first anderen Beth ultimatedsung. measure two. الثاني يجب عليكم الامي تول. لما الكمية اقل. الامي أقل؟ استغبت؟ أزيد امي تأس الاسم. لا يجب عليكم الاقتيار. علينا فكر معك. علينا فكر معك. عليكم فصلنا وخمنا حدثه. هناك داخلي هنا واحد سريع. كمية فصل المية. المفكر. المقروضة من تخذت لفوت وليكن سبعين في المائة ماشي؟ والنغاز؟ تلين في المائة اللفوت دمش هيكمل هنا وين هنا ويرجع تنين؟ فدى السبعين رجع تنين سألك معاي، سبعين رجع تنين، فالمية هنا مقروضة تنين تقصد دمعا، السبعين براحل وريجع تنين، فاليخرى منين أول مية في المائة كلا تنين ما هو رجع سنوات مشايتحول كل غير؟ هو رجع كالكميات، انت بقى حسب المرأة بالآخر هيرجع هنا كوا كلهم، كلها تقول له سبعين دخل وقرر السبعين دول عميلات الورجع وين هنا، والباقي ده بيلف هنا المقروض بقى اللي هيلف لك هنا؟ هلأنا حسابة تنين؟ هلأنا فوقف لها؟ هلأنا فوقف لها؟ هلأ السبعين كده خلصات؟ المفروض ان اللي يكون ده هو اللي يبقش وين ينحم؟ يبقى المفروض دخلك تلاتين وتلاتين، يبقى احنا كده فصلنا برا عن دايرة، وين دايرة وين نتواصل على أفضل؟ بدي دايرة بدايرة هو كنتميك اوزيفها بالكميات اللي المائة سناشية ازاي، ماشا، نخلنا ديك فل هنا ودخلناها وخرجناها ورجع تاني، بالتاني بالنسباني سبعين وسبعين، طيب، هنا بقى مقروض بقى الكمية فين؟ التلاتين هي اللي هاتف في قويت و هي تمس بشكلها وتبريد الهواء مش بداعبة احنا، ايه؟ هيا سوا بإزاي، يبرد الليكوين الليكوين، الليكوين؟ الليكو دي ده يا برد نفصل دينا الله عمالة خاصة، ما اتعلك ستانك ده عشاني بالأس 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 ، خارج منه سبعين خارج منه هنا سبعين، هذا السبعين ده هنا خارج هنا 30 يدخل ومدردين لخرج كمية متغير مع بعض أهو مش رقم رقم 3 رقم 3 رقم 3 30 يدخل 0 3 اشتركوا في القناة 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 واحد اشتركوا في القناة 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 ده معي. بدأ بتليها حالة ده عن اتنين بار ده عن واحد بار ده عن صغير تربعة بار. عشان انا عاوز دينا درجة حرارة. خير درجة حرارة خير درجة حرارة هنا. ماشي? يبقى كلهم دخل لهم نفس الجيس. وليكن تلاتة مسلا الى دخل هنا. ما فيهش ولا اي حاجة. دي مصورة عادية حق كتير. انا ما عملش اي خالص. انا بدأ بجارة بسلا انا خد من العقود باختواخد منهم شوية وخلاص. بالغازه في كل حاجة. بالتالي حاجة رقم ثلاثة ايه هنا ايه هنا ايه هنا بغير اي سبريشن. كل حاجة بس بالمحاجس. وقال الكبير اللي اشتغل عليهم. حتبقى المشكلة عندي ازا ازا اجمعهم. فيه كان احتمال اجمعهم. الاحتمال الاولاني ان انا والله ارى اعمل ايه? وجايد محفز تاني هنا كده. يخفض دقم الخمسة بار لحد التلاتير مع بار. انا هجيب كومبريسور واحد. كومبريسور واحد صحته علوة. يرفع من كم? يرفع من الخمسة وسبعين من مية? لحد اعلى واحد عندي. بس اهو تنصر عندي شغال عن ضغط. عشرة بار مسا. طيب دفك الخمسة وسبعين يخلق من ناحية التانية عشرة بار. فانا هجيب كومبريسور واحد. يرفع من اقل ضغط الاعلى ضغط. مش عادة يبقى كومبريسور ما عمليش نوبس. طيب الناس اللي فهم دول هسيبهم. اللي هعملهم ايه? هعملهم سروط انج تاني. وابدأ اقلل ضغط اضاعهم. لحاجة ضغط افتاحهم ما يرجع تاني للخمسة وسبعين. واجيبني ده اكس بانشان تاني. يقلنه لحاجة ضغط. يبني انا عند الوقت تلت اماكن كل واحد عنا ضرب الحرارة المختلفة عنا ضغط المختلف. عاوز ادي له كمية جريبة. رابطة عامل ايه? عامل تلت محبس مختلفين. كل جهاز من متاعكم. من متاعهم الخاص بيه. ده هيعمل ايه? هيقلل من الضغط الكبير. اللي وليكم مثلا عشرة بار. كلهم هنا عملا عشرة بار. يبني يقلل لحض الضغط اللي انا عايز هنا. اتنين بار. او ده انت حرار انا عايزة هنا. واجيب دوت يقلل. محبس تاني قلل افتر من العشرة تلعلي واحد بار. ده من العشرة تلعلي ايه? 75 من مية. طيب عاوز انا انا اعمل له ميكس تاني. ما انا عاوز اكامل الصيفي. واجيب اكس بانشان تاني يقلل من الثان ضار لحض الخمسة وسبعين. واحد تاني هيقلت الواحد بار لحض الخمسة وسبعين. في اساس اللهم ميكس على ضغط القليل. واجيب لهم واحد صحاته حلوة. ينفع من الخمسة وسبعين لحد العشرة كلها. ماشي. طيب الرأس ما تبع عاملت بصف ازاي? طبعا التطبيق ده انت انا هتتبقيت دايما لو انت ماجي على اي جلاجات. هتتبقيت التجوين. دايما ديكون عادة الفرصة دي. اللي بتبع عنده اكتر من مكان. ومش عاوز يزنق نفسه. مش اعضال الخارة واحدة. لا. ده انا عاوز اكتر من. اخزن جازة كل ماتيريا اللي هي ظروفها المختلفة. طبعا ان شاء الله سنة كي هتاخد تبريد. وهتعرف ان طبعا كل مادة لها درجة حرارة مناسبة للتجميد بتاعها. لو انت هتخزن بطاقة في مساء اللي موضة عشر شهور في جدول بيقول لك ان المطاقة دي تتخزن عبدالرحان الكازي. عشان ماتموصش. اللحمة عند درجة حرارة مختلفة. الفراق عند درجة حرارة مختلفة. البلاد اللي بتخزن زينا كده عندنا خزن درجة كتير وانتج زراعي كتير. لابدل الخزن عن درجة دي. طبعا لو انت زودت عن درجة التخزين دي او قلل. انت بباوز المنتج. المنتج نفسه بيجوز. فالكلام ده نسبوع زراعة عاملين تجارب وعارفين درجة الحرارة عن تخزين دي كزا. دي كزا. فطبعا انت المفروض ان يكون عنده. فمجزن انت بين اكتر من مكان وعنده محابس ويبدأ اللعب في المحابس دي. فانتكبت ان انا لو عندي محابس كل قوضة بمحبسة. المخزن ده انا هزغطه عن سلب عشر. عداشر. احسن من تسع او عشر او احداشر. اطلع اطناشر. فعن المكس لنا. عن الضغط اللي هو ده. من الكامل السبعين. ايه اطلع بالكامل? او قسمينا واحد. 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 اطلع دي. فبنا عندي كام ضغط? ساوب من تضغطين السيين عندي. اللي بي. بس انا ما عنديش ه работément تلاتة? واحد. ايه وتنسحان هوقت حقيقة. لباب advancement الاولاني شغال عن طاقة حرارة كازك. لما ان يش cuanto رأخب اتنين كامل عمرة اتنين. اقول لك الدرجة الاولاني شغال عن طاقة حرارة اه. كما ان يشتراها من البراطور الاولاني شغال عن طاقة حرارة اا خمستعشر. واللي ب primo شغال عن طاقة حرارة عشر. انا ستسميهم لك الأولاني عن تكازم، والتاني عن تكازم، وتلاتة عن تكازم، إذا لم تأتي لدرسم، بالإلخاب الذي أقول لك عليه، إلاك رقم واحد، رقم اثنين لترقم ثلاثة، على شكراً لكما تتبني واحد، مثلاً بتاع الحطان العشرين. وأنا أقول لك أن هذا أفضل رقم اثنين، فلما تتبقى تمسائل المسألة، لو سمع، ركز بأنني أتسبب المسميات لا أصبحت. رقم ثلاثة. طيب موت الثلاثة موجودة فين? ثلاثة موجودة هنا. من ثلاثة تتأخذ عليهم كلهم ثلاثة. طيب. انا هنزل من ثلاثة. انا سابينهم ثلاثة اثنين واحدة. انزل هنا. انا اضغط علي لقطة التعليفة رقم ثلاثة. ده شغال من ثلاثة لاربعة لحد التعليفة الرقم ثلاثة. انا ما سا اكتبه اتنين بار. وبالتالي انا اضغط اربعة هتبقى موجودة هنا. طيب انا عشان اجيب خمسة لاني افضل مكمل ثاني لحد الضغط الاسم هو واحد بار. افضل نازل ثاني على نفس الخط. لحدة رقم خمسة. افضل زبتة افضل مكمل لحد الضغط الاسم. انا اضغط او بانزل مني. تلاتة بحضل بعد رقم خمسة بار. بس انا عدي ثلاث صغوط. انزل من الضغط اللي هو عشرة بار. بحضل الضغط بتاع الاثنين بار. بتاع اللي افضل رقم ثلاثة. مراجعة عن الضغط ده. انزل ثاني حرد ضغط ده. حرد ضغط ده حرد ضغط ده. وطبعا لو سمحت هكيش انت فاهم ان انا هاخدنا مثلا. ايه موضل ثلاثة? اعرضينا ام وضوت اتنين ام وضوت واحد. فكل اللي هيحصل ان انا عند رفعة مين. ارد مطلع الكمية اللي اسمها ام وضوت تلاتة. يبدل ماشي مين? يبدل واحد. ناقص ام وضوت تلاتة. ناخد منها ام وضوت اتنين. يبدل لك واحد ناقص ام وضوت ثلاثة ناقص ام وضوت اتنين. يبدل لك اللي هي ام وضوت. يبقى انا عند الضغط الهوض اصحب كمية على قد ما انا عاوز. الباقي يكمل معايا وحط منه كمية تانية عمضة تانية. التالة تكمل لحد ده. وطبعا اخلي بالك ان يبدو تكون مختلفة ممكن يكون مرساوية حسب ظروف اللي قبلي فيش هممتاعك. ممكن تباني والله محزن كبير شوية فانا بقى عمز اتسابي ان انا باي سيطلو كمية كبيرة. او فيه منتجات كبيرة. ممكن تبين واحد شغائر واحد مش غير. اعيد. مثلا عندي ايه منضط منضط منضط. بعد كده تسعة. قصات ستة في تسعة. قصات خمسة فرمنا بكم? بتمانية. قصات اربعة طلعنا بسبب. احنا قولنا من عملنا ايه? ان احنا اجينا تاني وكسرنا الضغط في تحت تاني. من تمانية هنزل كده عشان اجيه كم? تمانية اجيه في داشرة. ومن سبعة بالجبتة عشرة. خلي بالك انه عشرة وحداشرة وتسعة واحد على ناس الضغط. عشرة وتسعة واحداشا على ناس الضغط. هنعمل ميكس يطلع لشانه مطابلنا كده نسميها واحد. وناخد لها اكسبانشان فابل حالك كده كبير. اخو ده سوري ناخد لها كمبريشن كبير لحد الضغط التعميم. الكبير ده اللي هو الحال تفضل خمسة. خلينا مساح لك كده كل خص الزيادة اللي ممكن نتواجه. عندك مشكلة كده. واضحة العملية. عندك عندك اصرات على حاجة. اهم الحالة طبعا نتعارف لدليل. رقم ثلاثة عبارة عن اللي ماشية. فر الانشان بتاعته. طبعا اصربعة. ده لي امو دوت اتنين. انا اصراتي خمسة. الكيو بتاعته. والكيو الرقم ثلاثة اللي عبارة عن امو دوت. انا اصراتي. طبعا هي احنا بتنبص على الكفاءات. انا بدك اصورة. انا مش هنا بيهمينيش اول كفاءات. انا بيهميني ده ابليكيشن. ابليكيشن اللي انا قادر اقسمي في مياه قادر. طبعا انا ومن الناحية العملية اللي انت باسطلها اللي دي لو كانت سايكل واحدة. وانت انا من تسعة هنفط مرة واحدة على اتنين. يعني من تسعة اطلاع على اطول. فانا كده ايه? بعتبر مواصل دنيا شوية زي وانت الباور على نفسي. بس بالنهاية انا بقول لك في الابليكيشن اللي سايه ده. انا عاوز احسابني باكتر من مكان. واكتر من زور. فالمهم في سايكل دي سايكل دي بتزود الباور. اكتو خبارك ازرهيات الباور دادي. وانتنبط من تسعة على اطول كده. انا مع دي مداش تبدأ بتنزود الباور. يعني دي حاجة مش كويسة. ولكن انا اهمني. اهتم اكتب بالتطبيق. تطبيق. اكتر. من مكان. بزراجات. حرارة. محتاجة. ده اللي مهمة عندي او ده اللي عايزة. diezد. انا مت Julian ب próbboot. ممكن نعمل بربك العادة بتاعتنا عادي. في واحد نحلان ايول يا باشرة في ما مش اكتبالت حيل. مثلا ، içinde ماذا على الم redesessa ا teaspoon linear البدك ليه تقل الضبط. وجيب كبيرا واحد كبيرا. ممكن نعمل حركة تانية أسرح. واحد كده? من كده اختصت الحقهان الأوليجة. لان حد به اندفغلها Lewis ومعاهم كبرسر واحد كبيرا. الناس اللي خرجوا قيد طيب ده عبدالله ضغط طيب اعمل له ايه? ميجي شغال عزل التمبر اجيب له كومبريسر صغيرة كده وارفع ضغط بتاعه من التمبر لعشرة برا على طرف وارجل ماجه والراجل ده اجيب له كومبريسر واحد والراجل من الحالان تاني ارو اجيب له كومبريسر اللي واحد واعمل لهم فين? اعمل لهم ميكس بو ميكس بو مدحية على كومبريسر دي مشكلة كده? ما زمي ده مسلا من عشرة حد عشر اتناشر خرجوا هنا ده كونه ما زميون من حسنين ما زميون مع بعض ونسنق ده والي يكون واحد ما بديه ده بنا بلاء الاحتمال الثاني انها والله بدأنا نشغال وانتشغل مالتي كومبريسور مالتي كومبريسور ان كل واحد دي كومبريسور بتاعه الواقع انهم واقع انهم تالت دوائر بس تكون دنسل واحد دين ودي صنورة طبعا اكثر عملية لان لو كان سيستم باز يعني لو كومبريسور باز الصيف كلها مضروسة ودي جاء سيستم اكثر عملية وأكثر شو Note 2 اذا انا عام بيخلوق المثنوا هذا يعني زي fool نهاية بن يعني الب演 فقط لانك للطرق اشتركوا في القناة 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 سوف يتعامل سوف يتعامل طبعاً لو انا عدد مكان ده في مشكلة الماء ما بيش موتك طبعاً فانا كل اللي اعملوا ان انا هيخد الفريون وارجعه تاني فرص اللي هيكود تاني يكونش هنا مشكلة بعضاً ان انا هيكون عدد مشكلة هنا في اللي هيكود ان ده هيتميق الماء اosh اهو طبعاً Yea او ممكن اعمله في ده او ممكن اعفر الفول ها اكيد ان انا له هنيم انا聽م الفول ينور curling اي اي اميل الفول لا اصلا انا اشتراك لدي حاجة تانية اشتراك لديك حاجة تانية عشان لغبط لو انت مش عاوز قطة بيقفل ما اقفل او رجعك دائرة الفريون والدائرة التانية دائرة الهواء طبعا احنا بنعمل دائرة كلها في الاخر ليه عشان نبرد مكان ونبرد مكان بمعنى ايه ان احنا نقدر دائرة الحرارة بالمكان دائرة نعمل دايرة التفيت دي في مأزم تغريب عشان الهواء اللي جو يبرد، ولما الهواء ده هيبرد هيبرد منتج اللي جوه او بنعمل دائرة دي في قورة زي اللي احنا نعدلها دي وبالتالي احنا نحس ان الهواء حلو ونحس انها دي في ترويج عشان كنا لو انت بشغل المكيف ووقفت اقومش المكيف بيخرج منه هوا سائع فدي دايرة التانية للهواء بان انت متخللش فرغش الفريون اللي انت متشوفش الفريون ده خالص الفريون دي انتا هو بيشوفهاش. نحسش بيها خاص. دي جوه التاكيف. لك ده لو انت ده انت كي بتحس ايه? بالهوا. ولو انت عندك منتج جوه مخزن. انت بتسقع الهوا اللي حواليه وبيسقع المنتج بالتابعين. بالتالي الاولادات اللي احنا كنا متكلم عنها تيه كلها كل الفايدة بتاعتها ان هي بتاخلت حرارة من المكان. اشي? فالانتصال بتاعها الانتصال ده 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 دول بيكون في الكونبريسو او في اللي دولي. في الايبابوريج. فانت لما تشوف جهاز الايبابورد ده احباره عن موسورة كده بالضبط حاجة مش شبه كده. لو انت بقى في تلاجة لو انت بقى في تلاجة او تكييف او اي حاجة احبارة عن موسورة مش شكله. المسورة فيها الفريون. نبخشلها الفريون ويخرج منها الفريون. لكن اللي بيمشي على موسين الفريون وحدة من قصة دلاجة او في التكييف او في المبرج او في هو عبارة عن شوية هوا. المفروض ده معنا حكينا في اول مرة خالص ان انتم مجدوش فيها. ان الفريوز اللي اتحاطه بتبقى الراوي صفر. واللي ايه كنت قول بتبقى حوالي سالة ثلاثة. المسورة بتاعت الفريوز بتبقى اعلى شوية. بتبقى حوالي صفر درجة مايوية. الهوا بتاع الاوضة اللي دات بتبقى داخل حوالي اربعين. اربعين 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 في صد اما انت عايز. يخرج من ناحية تانية القشي تكيف حوالي اثناشة درجة مايوية. فالك هوا ده بيمشي كده. موجات الهوا ايه اعمالها تمشي. تل الحرارة وبان الحرارة عادي زي ان انت اخذتوا بالانترانسلور مش هاي مشكلة. دايرة الفريول في دايرة مفاصلة ومتصلة. لو مفاصلة بمعنى ايه? انها داية ماشية الواحدة. انت ماشي مع بعضها من الايه. مفوولة على نفسها. ماشي? مدارة هوا. ان شاء الله مع بعض. في ان? في الايهبابوريتر. عن طريقة الهوا بيعدي على موسيل الايبابوريتر الساقعة. الساقعة الهوا بتاعت اتخذو انت الهوا الساقعة. في مساء في مخزن التمريد. التلاكة ما بيقاش بروضة معضل اوي يعني. لأن في النهاية منتجات يتبرد فكل يهما يمكن الهواء يعد عليها لكن عندما يكون هناك بناء أدنين يبدأ أن يتعقض قليلا لا، الرطوبة لا يوجد رطوبة لكن يتعقض لأنني عاوز سرعة الهواء تبقى لها سرعة معينة لكي تعمل السرعة من الهواء تبقى لها المجدر من الهديد عاوز الرطوبة لجوة النزة معينة لكي تحملوا الرطوبة معينة عاوز نارة من الحرارة تكون دراجة حرارة معينة عاوز تتوزع جوة المكان عاوز تتوزع جوة المكان عاوز نحاسب التكييف هنا هون تقعد بالأخير من التكييف وبالتالي تكون عندك سوية تعمل التكييف عشان كده هتلاقي ان في حاجة اسمها التكييف الهواء ومفاصلة شوية عن موضوع تبريد الهواء او التبريد اللي هم نتجد فيها كله تبقى التكييف التكييف ده لما يبدأ فيه بناء أدنين وعاوز أكييفهم ووزبط دماغهم ورياحهم مفسطين لكن التبريد اه ببرد منتج في مشكلة عندي بقى حالته ايه مبارة بس وصدرت الحرارة انا عاوز او خلاص ماشي ففتها سنة جاء ان شاء الله اتأخذ مادة في التكييف الاولاني اسمها تبريد وتكييف الهواء بس اقسمها تبريد في التكييف التاني مادة اخترس اسمها التكييف الراجل يبدأ يقول لك انا عندي قوضة كده او عندي صالة زي جيده او عاوز ابدأ كيف ماشي احنا وحش التباصيل لان التباصيل طبعا بحر طبعا بحر وعلم جبير جدا وان شاء الله انت هتشتغل بيت بجزء بيت فطبعا نبتلاز انت هتعرفه احضر المادة دي ماشي تحضر المادة دي وتشوف غيرها ماشي المهم النصيحة الأخوية ان انت لازم تحضر المادة بيدي فيها كدورة عبدان عب عليز درب الاسفشاري بيتكييف هو ايه شغال ببعض شئ تهديل سنة وشغال في اسمها وهو المادة بيعملها زي من اول واخر وبيتقع ويريد يحكي لك كل السنة ازاي كيف وبعدك. ويجيب لك ابتحان طبعا ايجيب لك ابتحان بتحن صعف وطويل وبيخلصوش وبيديش اقدرات كل ده ليه انت علم. لان المادة دي مهمة جدا. المادة دي لطبع الاساسي. المهم. اللي اعنا هيهمنا في القصة دي كلها ان انا عندي الهواء هيعدى على فوسيل الهيون هيفرد الهواء ده. اللي يهمينا تعرف ان انا عندي بقى في الدوائر الهواء اللي يجبيني ان انا اقول لك. انواع التأكيفات اللي في داكيف يسمون تأكيف شباك. اللي انا في تالين جدا. الداكيف ده اللي امرأ على المرأة امزامة واحدة. والكومبريسور 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 كلهم في حتة واحدة. والتام اخرج اليابنوتو المقوم من تحرك كده. ده الجزء الاولية. النوع الثاني يسموه التأكيف. النوع اللي بعد كلا يسموه التأكيف للسبلت. النوع اللي بعد كلا يسموه التأكيف للسبلت. التأكيف اللي امرأ على ايه اكيد شفته التأكيف. يكون عندك في جزء داخلي وجزء خارجي. الجزء الخارجي يتعط فيه والجزء الداخلي اللي موجود عندك هنا. اللي موجود فيه. والنبدو ان يكون فيه مروحة. يكون في مروحة. دور المروحة اللي يتاكد هوا من المكان. وتطلعوا انها هداليا في اوش سيابتك. مدربة حرارة الثناشر. وطبعا دول الدائم دي ما بضيبه بعض المواسيطين ايه ايه ايه. فتأكيف النسبلات تعبارة عن واحدة الخارجية وواحدة خارجية. داخلية. داخلية فيها دي مابوليطر والاكسبانشة بتاعها. فقدان يكون معايا. والاحدة الخارجية فيها الهواء. والهواء بيمشي عليها ازاي. الناس يقول لنا انا عشب حدواتي ازاي بمشي الهواء على الهواء. دي ما بضيبه. دي ما بضيبه. ان الهواء طبعا دي مروحة دي ما بضيبه. بتسحب الهواء من المكان وتدين المكان. طيب. ده ينفع في ايه؟ عندك قرط نوم. عندك صالة. عندك قاعة زي دي ونوم. وفيها كده خمس ستة من النهائة وخمس ستة من النهائة دي. ماشي؟ طيب. لو انا عندي مبنى زي ما بكون. هل ايه بعمل في القصة لي؟ لا. قالك لو انت عندك مبنى كبير. بتضفق نظرية تانية او بتشغل بتصان تاني. بتعمل ايه؟ لو انا عندي مبنى مثلا واني يكون سبع أبوار. بعملوا باوسنة بالتقييف المركزي. التقييف مركزي. اللي هو سنترال الكنيشن. بتعمل ازاي؟ والله يقاد المبنى بتاع سيادتك. وقاد الجوار بتاعك. كل اللي بعمل انتها على فوق السطح. او في الغرب دي ما انا عايز. وجمع الدايرة بتاع التبريد كلها. وحط دايرة التبريد كلها. على بعضها كده. فيها مين؟ فيها الكنزينسر. فيها الكنزينسر. فيها الكنزينسر. ماشي؟ وارح جايب الافابوليترو بتاعها بس. وانطلعوا منها كده وحطوا جنبات. وحطوا فين؟ حطوا في الجهاز تاني. بيكسرموه الاير. انا اول حاجة بلاي الاير. الكلام دا انا اجيوه في انتحان. الكلام دا ما احطوه دا جايب الابنحان برضا. جاي كنظري. الكنزينسر اللي انا سمه دا مش عجبه. الكنزينسر واللي ما يوده الكنزينسر بحطوهم مع بعض. وتقص على الابنكات ايه فوقه وكده حتة بحاجة مبيرة كده على بعضها. ماشي. طيب. وتاخد الابابوريترو وتحطه هنا. البدات الابابوريترو. طيب انا عاوزين نوصل الهواء السائع للمكان. هنعمل ايه؟ انا اخوضاء كل اللي هتعملوه اجيب مروحة صحاسة حلوة جدا. صحاسة حلوة جدا. يعني الفيز مثلا بالعشر تنفسي اف ام. حتى قد انا لكم نقم تكبير جدا. يعني ايه؟ ايه متر مكعف السائع. او يعني انا اقولك ايه ممكن تعملك خمسة لتر في السائع او او ايه. ارقام كبيرة كده يعني. طيب. المروحة دي هتعمل ايه؟ المروحة دي هتتفع الهواء ده للمكان. وتروح عامل زيادتك صد. وتروح عامل صد. ما صد كده من الصد. مستطيلات من الصد. وتبدأ توزع الهواء ده على المكان متاعه. فانده كده ده خالس الهواء على المكان. حسنا نرجع ناخده تاني. انه سيش انتخل جوا المكان باثناشر. مازده السخنين. سخنوا الهواء ده. فبدا تسحب الهواء من المكان. بيجيب من النحية التانية. عامل صد تاني. بيسافهو ريتيري. وكل صاد صد. وشفت صلتو الهواء. وانجام مع صد الهواء وتدخلينه على الجهاز متاعنا. يبدأ العمليات للجهاز وخبريتك اللي بدون الفريون الساعة وفي مروحة المروحة الجهاز هي ايه تزغل الهواء او تاخد الهواء يمتع مثل يسحب الهواء القديم ان ده هو المكان الذي راجع من المكان السفل المولع تعديه على مواسيل الفريون الساعة ساقع الهواء ويصبح متحالة تاني على الأطوطة بتاعتها او على المكان بتاعني ابان هذه هي اصطح وعملت عمليات تسليم الهواء واحد من الهور الهواء مثل المبل العربية. دي دورها اذا ما قلت لها? داخلها فطورية. وجوها مروحة. صحيتها جيدة. تسحب هوا من المكان. من كل الدول بتاعتي. تسحب الهواء ده اللي جاي من المكان. السخل اللي عبر عربعين درجة. يعد على وسين الفريون. وصفر درجة مئوية. تسقع ويوصل لبتشة درجة مئوية. وطرح مبصبلاي تاني للمكان. وتخلط على المكان. وطرح تشغالها كذلك. دور ما المكان يسخن. تشتغل وطرح صحبة هوا وببرضها وهكذا. ماشي? الطريقة دي اكثر? ولا الطريقة القديمة ان انا اجيب عشر تكيبات من دول. قالك والله لو العدد بتاع تكيبات الصواريات ده كتير. هيا باشي او انا امشيها منطقي. هيا باشي. ليه? اكتر من سبع تمنة اجهزة في المكان. تكيب الانتاجية بتاعتهم عالية. تكيباتهم غالية. يعني جهاز ده لو انا عملت في انه عشر تقع. هيبقى اغلى من انا اعمل الجهاز ده. اغلى من انا اجيب سنتر وبيحط تمن دول حوالي عشر برات تمن ده. فلو انا عندي عشر اجهزة ماشي. عندي اتناشة تتسع من ده. لا يبقى هذا ده افضل. تاني حاجة. العمر الافتراضي بتاع ده هقالي. ده عمره عشر سنين. ثمان سنين. لكن ده يعيش عشرين سنة ما يقولش لا. وبالتالي مع العدد الكبير من ده ما بقاش ينفع. لو انا عندي بقى بقى سبع ثمانة دوار عندي مستشفى سبع ثمانة دوار ما ينفعش اجيب له. هو حاجة من دي. افضل جيله تاتين اربعين واحدة. خم جبيرة جدا. قول لي معي. ما استعلم. افضل ان انا اروح اجيب ده. واعمال له الخط بتاعه. واعمال له بتاعه. واستطر ايه بتاعه. واشتغل عدد. طبعا نخلي باهي. لو انت هتحسب هنا في المكان. تبع يالك. لو لازم انت باع يالك للكي هو هميطور الالك تبعه لي ايلة. احوال واحدة اثنين طن خمسة طن. اربعة طن. ماشي. فالوحدات دي اخيرها تشيل لحد ستة تبريد. لكن طبعا لو انا عندي لابنة زيدات لان في كل قوضة هتحسب لها كيون. كيوني خارجي من كل قوضة. ودي هي حسابات التكييف. الى اللي بيسموها الكولن جروب بتاع التكييف. ودي الدكتور طبعا انا تقودها بالتقصيل مع قدر اسموه يا نحن قلنا عليه السر. قدر عماليس. فانسا كل اوضة بقى والله انا ما بدأ الوضة دي. وممكن كمان ارحم الوصط للقودة دي. فانا بعمل كل واسطة كل قودة وعمل لها واسطة. كل قودة وعمل لها واسطة. واسطة الوضة دي. والقودة دي كمان. المبدأ دا كبا قوط. ودي القوط. فانا هحسب لكل قودة الكيوب بتاعتي. واجمع كل الكيوهات دي. واجي الجاس لكيف ابن حلال يشير كل الكيوب بوشور دي. فانا مش عملي قودة روحة دا يكون عندي مئات الايبابورتورات اللي هي. كأنني كأن عندي مئات الايبابورتورات. فهو يوقفات واحد اه? بس ما حسوب على ايه? على كل الحرارات اللي في المكان ده. ماشي? بتخيل كأن كل دولة لها ايبابورتور بكزا. اجمع كل دول واجيب واحد كبير يشيل كل الحرارة دي. ماشي? طيب. الكلام ده حلو. الكلام ده خاني. بس ده على برد دوباية. عجمين دولة. طبعا الصد ده طبعا بيبتعمل بمأسات عشان يشيل الهوة. طبعا ده ضخم جدا. ابعاده كبيرة جدا. طبعا ابعاده في الغالب ايه? لو انت مثل ما احنا عاديم فيه ده. ممكن ادخل لها كونفور. حاجة بتاع اتنين وعشرين بوصة. فعرض عشرين بوصة. وابده اوزع منها. بعد ذلك الاي البتاع والخط ده ممكن لكل اتنين وعشرين بوصة. طبعا مسلا اتنين وعشرين بوصة في طمانتاشة بوصة. طبعا ده رقم صغير جدا وضخم بشكل ومش حالي. فاللو انا عندي مادة زي بورغ دوباي في مين دور. ما تخيل بقى انت هيبنا عاوز يجرب سبعة دور باس. اما اللي انا وشغال مادة مين دور. فانا عادي امان كتير جدا انا عاوز اكايفها. ما ينفعش اشتغل من نظام اسراب وزير هندي جول. فاشتغل بيحسن نظام جاني بسا كولة شيرر او اشتغل من نظام تاني اكثر بتعاقيدا شوية. في سامولة شيرر. او طبعا بالنظام ده ايه? النظام ده انا عندي مبنى مين دور. مبنى اخذ الحالان كده مين دور. دور 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 دور. كل اللي بعمله ازاي ما عملت هناك? بحروفه برضا الجهاز دكيف مركزي. هو هنا. نفس البرسة. وعجب جهاز تركيز مركزي. ابن حلال. جوه مين يا باشا. جوه الكمبريسور. جوه الكندنسر. جوه الكندنسر. طيب. هنا بيعدي عليه ايه? هوا. ايه ده لأ? انا اتحص جنبه كده. اه اخرجوا كده. واعملوا التبادل الحلالي ادي اللي بموتر بتاعي مع مية. واعمل كده اعمل دي. اه انا موسيل الفريون. واحط هنا بيه ادخل مية. مية. حسنا كده 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 كده. بيبرد الهواء اللي بيبرد مية. والمية دي اخدها في ترمبا. ولكن كده هبرد ماء بارد او ماء مسلج. بل هي بجوريتون هتحص لتبادل حالي معه مية. طب ليه هنختار المية? قال لك المية سيهل او في الانتقاط داعها. شوية نواسير. فطرها ازغلتها بتاعديه. وارح جايه عمل ايه? هو بصل هنا ترمبات مية. تلات اربع ترمبات مية. بام. دي مشكلة. وارح له مصولة مية. المبنى موجود دور ده هوت. انا ممكن اشنغاله على مصولة مية ستة موصر. اه انا ممكن اجابه مصولة مية كناري ستة موصر. عاشرة موصر. قد عشرة موصر. غير التاني دوت اللي كانت اصابة اثمانة وعشرين في تمنتاشر كان. عاجة نجي لها. فانا بنص المساحة بدلت اوصها بقى. بسالة الوقت موصل هوا ولا موصل مية انا موصل مية. وارح جايه في كل قوله. في كل مكان انا حط له ايه? حط له واحدة تانية بيسموها الفان كويل يونيت. وكي عامل حاجة بيسموها الفان كويل يونيت. انت اجريكم تخيل دي هتعمل ايه? دي عبارة بردك عامل. مبادل حرامي. عبارة عن سربانتينة كده. وعليها مروح. بس السربانتينة كده داخلها مين? داخلها الله المثلج. فالهوا اللي في القوضة الهوا اللي في الغرفة يكون القوضة فيها فان كويل. يخشي لها الهوا. يقابل موسيل المية. يخرج الهوا من ناحية تانية ساعة. واجع القوضة لجنبها. ووصلها مسؤولة مية. وحط فيها الفان كويل يونيت. يمشي المية داخلها الفان كويل يونيت. يعد عليها الهوا. يحصل ايه الهوا? يبرد الهوا. يبقى انا برد. دائرة الفريون برد مية. والمية هي اللي اتوزعت على المبنى. وكل مكان انا عاوز ابرده بحط له الفان كويل يونيت. المسؤول عبارة عن البدل حراري ما بين المية وما بين الهو. وطبعا هنا ما انت عارف مقوع باي باس سهل كده. انه ممكن. والله الاوضة دي طبعا بيكون هنا عندك واحد اتحكم مثل بطمق 25 يدخل لك شوية مية هنا يعمل بطمق الاوضة الى حد الـ 25. عندما تتحكم الاوضة بتقفل التكييف. كل اللي بيحمله انه بدل ما دخل ماري عام كويل دي. يدخل على اي واحد مصورة مية دخل 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 مكان تاني دخل زمان تاني. وقدر من هنا اتحكم ان كل اوضة ممكن اقدر اغير ظروف فعاك. دخل لها مية كثيرة. انت عاوز احاق او. دخل مية اقل. احاق اقل. انت واحد اللي عاوز وتتكفى على تمانتاشر. واعوز ازبطه على على كام? على خمسة وعشرين. ما تحبش تكفى ساعة. وعنعمل ايه? خلاص يا ابن انت عاوز الفضلية وازبطه على تمانتاشر. واللي جمع يزود على الخمسة وعشرين. ولا هدخل لك مية على قد كمية اللي انت عايزة. وطبعا انت هتحزم كميات المية دي على المس ايه? على انت عندك كام مكان. مكان ده في كام بني ادم. في كهرباء قد ايه? في حرارة في جيه قد ايه? المنتين هيحزم كيوة فابورتو. واجيب ابابورتو ابن حلال اواجوك. شلد سيستم كله. يقدر يشيل كل الحرارة اللي في المكان ده. بعد. نتكلم على مقاسات. ده ممكن يوصل لحد كام? يوصل لحد خمسين طن. خمسين طن. تبريد. احنا وانا المرة بانت ايه والتن تبريد? هشو قلنا? ستناشر الف. ستناشر الف اللي وحطن التناشر الف. ده خمسين. ده يوصل لحد كام? لحد خمسمية وانت عايز مشوش كيلة خاصة. خمسمين طن لتبريد. زيتك عندك مصنع. عندك جور بداية. طيب انا اقول لك انا ده يجيب. العاصمة اللي ده يجيها في مصر. العاصمة هم عاملين لبنة كبير. بيسققوا مالي. عاملين برضا جايبين شوية اه وبسققوا مالي. وبيوصل بكل العمار مصورة مالي. قد يعمل مصورة مية سقعة. ده خلان تباع الفان كويل بتاعتك بالقودة بتاعتك او في المكان بتاعتك تتلع عليه. لكن جايبين سيستم كبير او مكان كبير في او يعمل فيه مية سقعة دي. ويوزعها على الاماكن كلها على كل اللي مسلا المستشفيات اللي موجودة في العاصمة على العمارات على المولات على الحاجات اللي كلها. فوسطوا له مصورة طاية ساعة يستخدموها كوة عن ده. ماشي. ما تشد ده او ده سقب كبير كامل. اعمل على كامل على حوالي عشرين جيل من ده. كل واحد مشوله مصورة لنه ورسفهمة لنه فنقلنا كل القصة اللي انا حكيناها تي على داية الهوة. كل ده انه ازاي اوصل الهوة للمكان نبيع. اما سبريت بتاع ثمان اما الهندجيوت والهوة هو اللي يوصل اما وصل ضمان. انا 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 ا اشتركوا في القناة